السلام عليكم اليوم شرحنا رح يكون عن طريقة إرسال واستقبال ملفات مثل فيديوهات، صور، موسيقى، أي ملفات ثانية بين هاتف الآيفون وجهاز الكمبيوتر بطريقة جدا سهلة وبدون ما نستخدم أو نشتري أي برنامج نهائيا طبعا لازم جهاز الكمبيوتر والآيفون يكونوا متصلين على نفس شبكة الواي فاي في البداية رح نروح على مربع البحث ونكتب أمر CMD ونضغط كبس يمين على Command Prompt الموجود عندي هون ونختار Run as Administrator أو تشغيل كما سقول والآن رح نعمل حساب على الويندوز علشان هيك رح نكتب هذا الأمر رح نكتب الأمر Net فراغ User كمان فراغ إشارتين اقتباس ونكتب اسم المستخدم رح نكتب كلمة تميز طبعا تكتب الاسم اللي بدك إياه بعدين منعمل فراغ وكمان إشارتين اقتباس ومنكتب الباسورد رح نكتب أنا 1 2 3 يفضل الباسورد يكون صعب بعدين منعمل فراغ ومنكتب سلاش وكلمة Add ومنضغط Enter طبعا هيك مكون إحنا عملنا حساب على الويندوز اسمه التميز وإذا بيوم من الأيام حبيت تحذف هذا الأكاونت رح نعيد نفس الأمر لكن بعد اسم المستخدم رح نضيف سلاش ونكتب كلمة Delete ومنضغط Enter هيك مكون إحنا حذفنا الأكاونت اللي عملنا طيب نرجع نضيف الحساب كمان مرة تميز مع الباسورد نضغط Enter وبعد ما عملنا الأكاونت رح نروح على الديسكتوب ونعمل مجلد جديد نضغط Right Click نروح على New أو جديد Folder اللي هي مجلد نكتب الاسم اللي إحنا بدنا إياه رح نسمي المجلد تميز والآن هذه أهم قطوة نضغط على المجلد كابسي يمين ومره على Properties أو الخصائص نمره على تبويب Sharing أو المشاركة نضغط على خيار Share اللي هو المشاركة ومنفتح القائمة رح نلاقي فيها الأكاونت أو اليوزر اللي إحنا عملناه التمييز منختاره بعدين منضغط على Add أو إطافة بعدين منروح على Permission Level اللي هي الصلاحيات منضغط عليها ومنختار Read Write اللي هي القراءة والكتابة منضغط على Share بعدين على Done بعدين رح نروح مباشرة على Advanced Sharing اللي هي المشاركة المتطور منضغط على Share This Folder مشاركة هذا المجلد بعدين رح نضغط على Permissions للصلاحيات ومنضغط على Add أو إضافة هون إحنا رح نكتب اسم الأكاونت اللي إحنا عملناه رح أكتب أنا تمييز بعدين منضغط على Check Name أو فحص الاسم بعدين منضغط على OK منعطي هون كامل الصلاحيات منضغط على Apply تطبيق أوكي بعدين Apply وأوكي Close الآن الكمبيوتر جاهز نضل خطوة واحدة نعملها على الآيفون وفي جهاز الآيفون ندخل مباشرة على تطبيق الملفات نروح على تصفح نضغط على الثلاث نقاط نختار اتصال بالخادم وهون إحنا لازم نكتب الـ IP الخاص بجهاز الكمبيوتر كيف ممكن نجيبه؟ رح نروح نضغط على Start على خيار Sitting ندخل على Network نضغط على Properties الخصائص ننزل لآخر الصفحة رح نلاقي رقم الـ IP address هذا هو الخاص في جهاز الكمبيوتر منكتبه مكان الخادم بعدها منضغط اتصال الآن رح نكتب اسم الأكاونت اللي عملنا على جهاز الكمبيوتر الاسم رح يكون تميز والباسورد اللي احنا كتبنا اللي هو 1, 2, 3 ومنضغط على التالي وظهر إلنا المجلد اللي احنا عملنا على جهاز الكمبيوتر لكنه فارغ كيف ممكن نعمل عملية نقل الملفات أو النسخ ندخل مثلا على معرض الصور أو على مدير الملفات منحدد الصور ومننزل لآخر الصفحة رح تلاقي فيه عندك حفظ في الملفات بعدين بنعمل رجوع رح تلاقي فيه عندك هون ضمن خيار المشترك اللي هو الـ IP اللي احنا عملناه بنضغط عليه رح تلاقي المجلد بتعمل حفظ هيك انت بتكون نسخة الملفات في المجلد اللي موجود على جهاز الكمبيوتر ونفس الكلام بإمكانك تنسخ من الكمبيوتر على هذا المجلد بكل سهولة وعن طريق التليفون بإمكانك تعمل نسخ من هذا المجلد يعني رح يكون حلقة توصل بين جهاز الكمبيوتر وما بين الآيفون